الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أسأل الله ربنا سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا وأن يكرمنا بالإخلاص يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموه فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه الطباراني بإسناد حسن أحبابنا الكرام في هذه الآية الكريمة وهذا الحديث النبوي الشريف الحس الأكيد على طلب العلم الشرعي وأن تطلب هذا العلم من أهل العلم والمعرفة الذين سبق لهم أن أخذوا هذا العلم تلقياً سماعاً مشافهةً من أفواه العلماء الثقات بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم الشريف لا يؤخذ من طريق الإنترنت والجوجل والواتساب ومطالعة الفضائيات وقراءة الكتب وحدك هذا العلم العظيم علم الدين يؤخذ مشافهةً من أفواه العلماء الثقات الذين هم بدورهم أخذوا هذا العلم مشافهةً عن من قبلهم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم العلم يكون بالتعلم أي بأخذه مشافهةً من أهل العلم والمعرفة فما علينا إلا أن نعمل بما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسنا هو حضنا هو أمرنا هو رغبنا أن نتعلم العلم فما علينا إلا أن نسعى لطلب العلم لا كما هو حال كثير من الناس اليوم نحو أمر الدين والعلم والآخرة نحو الصلاة في جماعة يبتعدون نحو الرفاهية والراحة واللهو واللعب وحضور المسلسلات التلفزيونية يقتربون أكثر فأكثر همامهم نحو العلم ضعيفة همامهم نحو الدنيا قوية هذا لا يدل على أن الله تعالى أراد بهذا الإنسان الموصوف بهذه الصفة الخير الكثير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من أراد الله تعالى به الخير الكثير سهل له أن يتعلم علم الدين أن يحضر في مجالس العلم أن يثبت فيها ليعرف ما أحل الله تعالى وما حرم كيف تعرف كيف تصحح عقيدتك طهارتك صلاتك صيامك حجك زكاتك ما يحل من المال وما يحرم كيف تعرف ما حرم الله على بصرك وعلى سمعك ولسانك وقلبك ويدك وبطنك ورجلك كيف تعرف كيف تعرف أن تتوب إلى الله إن وقعت في معصية من المعاصي لا يعرف ذلك إلا بطريق واحد وهو طلب العلم الشرعي من أهل العلم والمعرفة وأنت إذا أردت أن تتعلم إنما تقصد بذلك رضى الله لا محمدة الناس فقد علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار إقدامك لتعلم علم الدين هو امتثال لأمر الله رب العالمين هو طلب منك لرضى الله سبحانه وتعالى ثم أن تعمل بهذا العلم الشريف فكلما حسنت نيتك كلما زاد أجرك لأن الإخلاص فيه سر كبير وعظيم أحبابنا الكرام نحن في شهر الخيرات رمضان فما علينا إلا أن نسرع لنتزود من الخيرات ومن هذه الخيرات أن نطلب العلم الشرعي واسمع معي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه من غدا ليتعلم بابا من أبواب العلم خير له من أن يصلي ألف ركعة أي من النوافل ولفظ الحديث كان يوجهه النبي لأحد الصحابة فهو له ولغيره يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة يعني من النوافل ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة يعني من النوافل والحمد لله تقام في هذا المسجد حلقات العلم حلقات قراءة القرآن وحلقات تعلم علم الدين فلو جئت مخلصا لله لتتعلم آية من كتاب الله كيف تلفظ بها كيف تنطق بها وأن تتعلم معناها خير لك من أن تصلي مئة ركعة من النوافل ولو جئت لتطلب العلم من أهله فتعلمت بابا من أبواب العلم باب الوضوء باب الأذان باب التيمم لو باب بيخذ معك عشرين دقيقة لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي ألف ركعة من النوافل مين منا يصلي ألف ركعة بالنهار من النوافل بالأسبوع من النوافل يعني كم في طلب العلم من أجر عند الله سبحانه وتعالى شمر عن ساعد الجب لتتعلم هذا العلم الشريف وهذا زادك لآخرتك إنما إن فعلت هذا فأنت الذي تنتفع وأنت الذي تجد هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة ولا يكن الخجل هو السبب في عدم تعلم علم الدين أو كما هو حاصل عند بعض الناس والعياذ بالله هذا التكبر هذا التكبر الذي فيه يمنعه أن يتعلم يقول كيف أنا بيتعلم العلم هل أقول عني جاهل أو أنا بتعلم العلم من فلان ما هذا أدفخدي لأتعلم منه العلم هؤلاء يمنعهم هذا الكبر عن أن يتعلم علم الدين وفي الحقيقة هذا لا ينقذهم من عذاب أليم يوم الدين أحبابنا الكرام أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نسأله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين